وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى توضيحات لم يسعفني الوقت كي أكمل الكلام فيها حدثتكم عن خمس من تلك التوضيحات سأكمل ما بقي من كلام عندي بخصوص هذه التوضيحات حتى أن تقل إلى أنموذج جديد من نماذج التحريف الصارخ سورة البقرة المصحف الشريف بين يدي سورة البقرة الآيات التي تتحدث عن واقعة جالوت وطالوت ولا أريد أن أحدثكم عنها والتي استطاع فيها جيش طالوت مع قلة العدد استطاع جيش طالوت أن ينتصر وأن يتغلب على جيش جالوت برغم كل تلك القوة الهائلة التي كان يمتلكها جالوت وجيشه هذه الواقعة بكل تفاصيلها هي صورة تطبيقية لقانون يحدثنا القرآن عنه إنه قانون التدافع سنة إلهية ثابتة في هذا التكوين وحتى في التشريع التدافع في كل شيء التدافع فيما بين الأولياء هناك تدافع ولكن بحسب الأولياء التدافع فيما بين الأعداء مثلما يقول إمامنا السجاد في الدعاء لأهل الثغور وهو يدعو على المشركين اللهم أشغل المشركين بالمشركين هذا تدافع فيما بين الأعداء هناك تدافع فيما بين الأولياء وهناك تدافع فيما بين الأولياء والأعداء هناك تدافع في حياة كل شخص مننا حتى على المستوى التكويني ما يأخذه الجسم من المنافع من طعامه وشرابه وما يدفعه مما يكون مضرا له وهذا مصداق من مصاديق قانون التدافع قانون كلي في كل أنحاء التكوين وفي كل أنحاء التشريع في الآية الحادية والخمسين بعد البسملة من سورة البقرة في نهاية واقعة جالوت وطالوت فهزموهم بإذن الله الطالوتيون هزموا الجالوتيين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت داود كان فتى صغيرا لم يكن كبيرا كان فتى صغيرا معجزة ذكرتها الروايات فداود كان يرعى أغنام أهله كان صغيرا إلا أنه كان ماهرا باستعمال المخلاع ولا غرابة أن يعرف عن الفتيان الفلسطينيين في فلسطين أن تعرف عنهم أنهم ماهرون في استعمال المخلاع إلى يومنا هذا على أي حال داود كان ماهرا في استعمال المخلاع وهو راجع راجع بأغنامه إلى بيت أهله وإذا بأحجار تكلمه أنخذنا معك خذنا معك واحتفظ بنا فأخذ داود تلك الأحجار ولقد قتل جالوتا بحجر من هذه الأحجار القصة مفصلة في الروايات فقد وضع الحجر في قلب المقلاع ووجهه إلى رأس جالوت وكان جالوت ممتطيا فيلا فيلا كبيرا وعلى رأسه غطاء وفي وسط وفي وسط ذلك الغطاء هناك درة براقة فوجه الحجر إلى تلك الجوهرة في غطاء رأس جالوت الآية تتحدث عن هذا الواقعة جميلة بتفاصيلها المقام ليس منعقدا للحديث عن تفاصيل هذه الواقعة فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملكة من بعد طالوت من بعد منتهى حكم طالوت وإلا فإن الملكة كان طالوتا وداود كان صغيرا ولكن بعد أن شب وكبر صار ملكا على بني إسرائيل من بعد طالوت فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملكة والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا هنا يأتي بيان قانون التدافع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الآية ما تحدثت عن الأعداء أو عن الأولياء أو عن الأعداء والأولياء تحدثت عن الناس جميعا فإن التدافع موجود في وسط كل أسرة بحسبها بحسبها وإن التدافع موجود بين كل صديقين بحسبهما ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالم هذا هو القانون الذي يحفظ الاستقرار في مسيرة الحياة بالضبط كقانون المد والجزر ما هو تدافع القمر وهو يتحرك حول نفسه وحول الأرض تأثيرات المجال المغناطيسي فيما بين القمر والأرض هو هذا الذي يؤثر على مد البحار وجزرها لو لا هذا التدافع في مياه البحار التي تغطي أكثر اليابسة بالنسبة لكوكبنا الأرض المياه تغطي أكثر اليابسة اليابسة ما هي بيابسة في جوفها ماء المياه الجوفية وعلى سطحها بحيرات وأهوار وأنهار وعيون وجداول وسواقي الماء في كل مكان الماء في كل مكان لكنه يغطي تماما أكثر الأرض لو تعفن هذا الماء هل يستطيع الإنسان أن يعيش هل تستطيع الحيوانات أن تعيش هل يبقى جو نظيف أساسا هذا الماء يحتاج إلى عملية تؤدي إلى تنظيفه وإلى بقاء حيويته عملية التنظيف وبقاء الحيوية في هذا الماء عبر عملية التدافع ما بين المد والجزر نحن حياتنا تحتاج إلى مد وجزر وهل يستشعر الإنسان طعم الحياة من دون المد والجزر من دون المرض ومن دون الخوف ومن دون الفقر ومن دون الضيق ومن دون الكوابيس في أحلامنا ومن دون الخصام فيما بين القريب والبعيد ومع القريب والبعيد من دون كل ذلك لن تكون هناك حياة حقيقية الحياة الحقيقية تتحرك بين هذه العناوين بين المرض والصحة بين الحاجة والاستغناء بين الخوف والأمن بين الحبس والحرية بين الصغر والكبر بين الشباب والهرم بين وبين وبين هناك تدافع التدافع في كل الجهات ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين في سورة الحج يتجلى المعنى في الآيات بصورة بصورة أوضح في شاشة أوسع إنها الآية الثامنة والثلاثون بعد البسملة وما بعدها إن الله يدافع عن الذين آمنوا وإن الله يدافع أيضا عن الذين كفروا لكن الدفاع عن الذين آمنوا يختلف عن الدفاع عن الذين كفروا لو أن الله لم يدافع عن الذين كفروا هل يبقون على وجه العياة يا من يعطي من سأله في أدعية شهر رجب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمه يا من يعطي من سأله وهذا الذي يسأله قد يعرفه وقد لا يعرفه يا من يعطي من سأله هناك سائل يسأل الله وهو لا يعرف الله لأنه عاصم طواغيت الأرض عندما يحتاجون الله يتوجهون إلى الله في التأريخ وفي يوم الحاضر حتى الذين قالوا نحن آلهة حينما يشتد عليهم الخط يتوجهون إلى الله يتوجهون إلى الله برغم آنافهم برغم آنافهم ليس هناك من جهة تتوجه إليها الكائنات إلا هو إلا هو الطواغيت عبر التأريخ وفي زماننا المتكبرون والضعفاء والصغار الجميع يتوجهون إليه يا من لا تشتبه عليه الأصوات يا من لا يبرمه الحاح الملحي هذه أدعية العترة هكذا ثقفتنا يا من لا تشتبه عليه الأصوات يا من لا يبرمه الحاح الملحيين يا من يعطي من سأله قد يكون عارفا به وقد لا يكون عارفا به قد يكون متكبرا على الله ولكنه مضطر أن يسأله يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه ليس هناك من سؤال ولا معرفة ولكن العطاء مستمر يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة هذا هذا هو الذي قصدته من أن الله يدافع عن الذين كفروا مثل ما يدافع عن الذين آمنوا ولكن الدفاع عن الذين آمنوا بحسب علاقتهم بالله وكذلك الدفاع عن الذين كفروا بحسب بحسب علاقتهم بالله إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأن هم ظلمون وإن الله على نصرهم لقدير هذه الآية فيها إقاع عجيب فيها إقاع عجيب لأنها تمثل مرحلة انتقال في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وذن للذين يقاتلون بأن هم ظلموا إقاع غريب وإن الله على نصرهم لقدير هناك شيء في أول الآية نغمة تلامس القلوب ونغمة في آخر الآية تلامس القلوب بطريقة أخرى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا لوحة لا أدري كيف أصفها وكيف ألونها بأي لون من ألوان أساليب التعبير الأدبي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا كل هذا يجري ضمن قانون التدافع إخراجهم من ديارهم هو جزء من قانون التدافع ظاهره ألم لكن باطنه النصر هذا هو قانون التدافع والذي يعمل به إمام زماننا من هو الولي الأعظم الذي يشرف على هذه القوانين إنه الحجة بن الحسن هكذا نخاطبهم صلوات الله عليهم في زيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم وذل كل شيء لكم كل شيء ذل لولايتهم لكن ذلك عبر حكمة عبر سلسلة من القوانين ابتداء من القانون الأشمل من قانون البداء وانتهاء بالقوانين الصغيرة التي تتفرع عن قانون التوفيق والخذلان بحق كل شخص على وجه هذه الأرض حتى الحيوانات خاضعة إنها أمم أمثالنا القرآن هكذا وصف الحيوانات الحيوانات أمم أمثالنا ولكن بحسبها الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الآية السابقة تحدثت عن الناس لا تحدثت عن الأولياء ولا تحدثت عن الأعداء هذا قانون شامل للجميع ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامعه وبيع وصلوات ومساجد الصوامع والبيع والصلوات دور عبادة للأديان الأخرى المساجد دور عبادة لأمة محمد صلى الله عليه وآله أما الصوامع والبيع والصلوات دور عبادة للأديان الأخرى للأديان الأخرى من الأديان السماوية وحتى من الأديان الأرضية التدافع قائم في كل هذه الجهات جهة في هذا التدافع لاستمرار الحياة وهنا يتساوى حق الجميع في الحياة إن كانوا على الهدى أو كانوا على الضلال تلك هي رحمة الله وهناك جهة في التدافع تخص المخلصين والمخلصين التي تقودهم إلى عواقب الحسنى في أمورهم بغض النظر عن الصورة التي يخرجون فيها من الدنيا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا هذا خاص بالمخلصين وهذه النصرة صورها متنوعة ولينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز قد تكون نصرة حسية مرئية للجميع في حرب أو في سلم وقد تكون نصرة تتجلى في عاقبة أمر هذا المجتمع أو في أمر هذا الإنسان الفرد أو قد تكون نصرة لا يستشعرها إلا صاحبها في داخله النصرة لها مصاديق كثيرة ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هذا هو قانون التدافع الذي يتحرك فيه برنامج إمامنا الحجة بن الحسن في زمان الغيبة أو في زمان الظهور وحديثنا عن زمان الغيبة لأننا نعيش في هذا الزمان فما يجري على خشبة مسرح الأحداث وما يجري في كواليس المسرح من مجريات وما يجري وراء الكواليس كل هذا تطبيقات لقانون التدافع ماذا يجري في كواليس قانون التدافع الأحداث في كواليسها هناك قانون التدافع في كواليس قانون التدافع ماذا يحدث نذهب إلى فاصل سورة النمج تخبرنا عنه يجري في كواليس قانون التدافع الآية الخمسون بعد البسملة وما بعدها ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكروا مكرا هذا يجري على خشبة المسرح الآيات الآيات في سياق قصة قوم ثمود وكيف خططوا للقضاء على نبيهم وماذا فعلوا بناقة صالح وماذا جرى وجرى عليهم ومكروا مكرا هذا مكرهم ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ما الذي جرى أننا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون نهاية مكر الله وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا تطبيق قانون التدافع بحق الأولياء ولكن عبر المكر الإلهي قانون المكر يقع في كواليس قانون التدافع الكبير دققوا النظر في هذه الآيات ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وكان في المدينة تسعة رحط يفسدون في الأرض ولا يصلحون تفاصيل مكرهم وكان في المدينة تسعة رحط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه عمل في الخفاء أمر يدبر ويخطط وينفذ في ليل في ليلة ظلماء قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله نقضي عليه وعلى أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون في سورة آل عمران الحديث عن عيسى المسيح في الآية الرابعة والخمسين بعد البسملة وما بعدها ومكروا اليهود والرومان ومكروا ومكروا ومكر الله والله خير الماكري إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون مكروا بعيسى ولكن الذي حدث أن الله رفع عيسى وأن الذي وقع عليه الصلب والقتل شخص آخر بحسب عقيدتنا لا بحسب عقيدة المسيحيين أنا أتحدث عن قرآننا فعيسى رفعه الله وسيعود إلى الأرض وأولئك الذين تصوروا أنهم قتلوه خططوا لقتله ذهبوا في ضلالهم بعيدا إنهم هسخرة الملائكة تضحك عليهم لقد صلبوا شخصا آخر البرنامج الذي يريده الله طبقه الله وبرنامجهم لم يطبق والذي صلب هو اختار هذه التضحية ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة في سورة الأنفال في الآية الثلاثين بعد البسملة وإذ يمكر بك الذين كفروا الحديث عن رسول الله مر الحديث عن صالح النبي ومر الحديث عن عيسى المسيح وهذا هو الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلام على المرسلين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أرادوا حبسه أو يقتلوك أو يخرجوك فإنهم كانوا يفكرون بهذه الخيارات إما أن يسجن المصطفى وإما أن يقتلوه وإما أن يخرجوه من مكة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ولكن الله مكر بطريقة أخرى ويمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين لقد خرج ولكن بحسب ما هو يريد ولقد خرج إلى القوة والغلبة والنصر والفتح إنها هجرة محمد هجرة محمد صلى الله عليه وآله هجرة الخير والهدى والظفر والنصر وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 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 ويمكر الله والله خير الماكرين زبدة القول في الآيات الأخيرة من سورة الطارق من الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها إلى آخر السورة إنهم يكيدون كيدا على اختلاف اتجاهاتهم إنهم يكيدون كيدا ولكن ماذا يقابل هذا وأكيد كيدا هناك فارق بين الكيدين كيدهم مستعجل أما كيده سبحانه وتعالى ليس كيدا مستعجلا لماذا فإنه لا يخاف الفوت الذي يخاف الفوت وهذا الذي يكون مستعجلا ويكون كيده كيدا مستعجلا فإنه سبحانه وتعالى لا يخاف الفوت مثل ما نقرأ في أدعيتهم الشريفة هو هو لا يخاف الفوت ولا يمكن الفرار من حكومته إلى أين يكون الفرار إلى أين ففروا إلى الله الفرار إلى الله عجيب أمر الله إذا أردنا الفرار من الله فإنه فرار إلى الله ففروا إلى الله ففروا لا يمكن الفرار من حكومته إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ماذا تقول الآية الأخيرة كل الحكمة هنا وكل الصيد في جوف الفرى كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله هذه كلمة مشهورة لكنها لرسول الله هناك من يتصور من أنها مثل من أمثال العرب هذه كلمة لرسول الله وكل الصيد في جوف في جوف الفرى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا كيده ما هو بكيد مستعجل فمهل الكافرين مهلهم أمهلهم رويدا عواقب الأمر ستتجله بعد ذلك برنامج الغيبة هو هذا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا نذهب إلى فاصل أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة إنها الصفحة التاسعة بعد الخمسمائة إنه الحديث الحادي عشر بسنده بسند الصدوق عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادقة جعفر بن محمد صلوات الله عليهما يقول إن لصاحب هذا الأمر الحديث عن إمام زماننا صلوات الله عليه إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها لا بد منها والحديث هنا عن الغيبة الثانية الغيبة الأولى مقدمة غيبة البلايا وغيبة الفتن هي الغيبة الثانية إذا ما قصدت هود به ولا علاقة للبوذيين ولا علاقة للسنة أيضا به موضوع الغيبة موضوع خاص بالشيعة المبطلون هنا المبطلون من الشيعة إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت ولما جعلت فداك عبد الله ابن الفضل الهاشمي يسأل صادقة صلوات الله عليه بعد أن سمع هذا الكلام ولما جعلت فداك قال لأمر ولما الهاشمي هذا يقول لما كل هذا لما الغيبة ولماذا يقع ما يقع فيها لما كل هذا ولما جعلت فداك قال لأمر لم يؤذل لنا في كشفه لكم قطعا هناك روايات وأحاديث تحدثت عن الحكمة من الغيبة لكنها تحدثت عن وجوه من وجوه الحكمة عن جهات من جهات الحكمة الإمام يتحدث هنا عن جوهر الحكمة في برنامج الغيبة قال لأمر لم يؤذل لنا في كشفه لكم قلت عبد الله ابن الفضل الهاشم يقول قلت فما وجه الحكمة في غيبته قال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره لقد عاش الأنبياء غيبة كل نبي بحسبه نبينا صلى الله عليه وآله عاش غيبة بدرجة واخرى عاش غيبة حينما كان موجودا في مكة قبل بعثته لكنه كان يبتعد عن خشبة المسرح في أغلب الأوقات ليس موجودا على خشبة مسرح الأحداث وكان يعتزل بين الفترة والأخرى في الجبال حينما يذهب إلى الغار كان يعتزل في غار حراء وهذه قضية معروفة في تأريخ نبينا صلى الله عليه وآله الأمر هو هو بالنسبة للأنبياء البيان هنا إجمالي فالإمام الصادق قال لعبد الله بن الفضل الهاشمي وهو يحدثه عن علة الغيبة وعن حكمتها من أن الأمر سيبقى مستورا لأنه لم يؤذن لنا في كشفه لكم فسأل عن وجه إجمالي قلت فما وجه الحكمة في غيبته عن وجه إجمالي قال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره وهذا الأمر جرى في حياة أئمتنا هناك مقاطع زمنية أئمتنا صلوات الله عليهم ابتعدوا عن مسرح الأحداث تارة بتخطيط منهم وأخرى الظروف القهرية مثل ما جرى على إمامنا الجوات تحت سلطة العباسيين ومثل ما جرى على إمامنا الهادي تحت سلطة العباسيين ومثل ما جرى على إمامنا الحسن العسكري تحت سلطة العباسيين لأن العباسيين حاولوا بقدر ما يستطيعون أن يحجبوا الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام الحسن العسكري عن شيعتهم وعن الناس عموما بقدر ما يستطيعون قال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما أتاه الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى إلى وقت افتراقهما الإمام جاء بهذه الواقعة مثالا تقريبيا فمثلما لم تكن الحكمة واضحة لموسى في هذه الوقائع التي تحدث القرآن عنها من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار وإنما بيّن الخضر سلام على الخضر بيّن الخضر لموسى الحكمة من كل ما فعله عند لحظة الافتراق يبنى الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله تعالى وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف أضرب لكم مثالا تقريبيا وهو مثال مقرب من وجه لأنه ما هو بمثال حقيقي ومبعد من وجوه كثيرة الموضوع الذي حدثتكم عنه في حلقة يوم أمس من أن البرنامج زمان الغيبة الكبرى بالدرجة الأولى يجب على الشيعة أن ينشئ مجتمعا منشودا أهدافه التمهيد للمشروع المهدوي بحسب برنامج الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق وسائر التفاصيل الأخرى التي وردت عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم يتحقق هذا الأمر لكن الموضوع هذا لم يطرح أحد أول شخص طرحه هذا التلميذ الصغير والقليل والقليل جدا هذا التلميذ الذي لا قيمة له من تلاميذ في مدرسة العترة فأنا لا أنتمي لا إلى مدرسة السقيفة بني ساعدة ولا أنتمي ولا يشرفني أن أنتمي إلى مدرسة السقيفة بني طوسي كنت جزءا منها فيما مر من الأيام لكنني أبصق على كل شيء تعلمته في تلك المدرسة القذرة أتحدث عن حوزة الطوسيين اللعناء أنا تلميذ صغير على حاشية التلمذة في مدرسة العترة الطاهرة فمثلما بيّنت لكم هذا الأمر الذي كان خفيا عنكم وهو يمثل جانبا وجزءا من وجه من وجوه حكمة الغيبة الثانية إنما إن قطع زمان السفراء فلو كان ممتدا فإن المجال لن يكون مفسوحا للشيعة أن يحقق المجتمع المنشود لكن اللعناء من الذين يقولون نحن مراجع هم الذين قطعوا الطريقة فيما بيننا وبين برامج أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تستغربون من هذا المنطق هذا لا قيمة له بالقياس للذي سيتضح عند ظهور إمام زماننا أقولها لكم الثقافة التي تطرح عبر قناة القمر تراب متواضع بل وضيع ولكن على الذين يبحثون عن دين العترة ليس لهم من وسيلة للتطهر إلا هذا التراب تيمموا تيمموا بهذا التراب بانتظار الطوفان الأعظم لا أتحدث عن طوفان هلاك إنني أتحدث عن طوفان طهر وعدل وسعادة أتحدث عن طوفان الحجة بن الحسن حيث ستنهمر المياه ستنهمر متدفقة غيداقة سيكون ماء صافيا نقيا حينئذ فاشربوا حينئذ فاستحموا وتنظفوا حينئذ فاغتسلوا وتطهروا وتوضعوا هناك ستتضح الحقائق إلى هذا يشير إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن الحكمة ستتضح عند ظهوره الشريف هذا الذي أحدثكم به وأحدثكم عنه تراب تراب متواضع ووضيع ووضيع من حواش جدران مدرسة العترة الطاهرة أين الحسن أين الحسن هكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف أين الحسن إنه الحسن المجتبى صلوات الله عليه أين الحسن أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صادق بعد صادق هؤلاء هم الصادقون الذين أمرنا الله أن نكون معهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادق أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صادق بعد صادق أين أنتم سادتي أين السبيل بعد السبيل أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين أنت يا بقية الله أين أنت يا حجة الله أين أنت يا بني رسول الله نحن في الانتظار وسنبقى في الانتظار أجئتنا أم جاءنا الموت فإننا باقون بالانتظار يا غاية آماننا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقى في الانتظار